فيما يعصف حلم الهجرة بطموح معظم الشباب غالبا ما يكون الموت في البحار في انتظار المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر يتحرك المجتمع المدني لوضع خطط لمكافحة هذه الظاهرة والتي تعرف بالهجرة السرية أو الحرقة كما تسمى محليا اخطر ما في الامر ان هذه الظاهرة باتت طموحة لعائلات ايضا وليس الشباب فقط نضيء على هذا الملف وخصوصا بعد انتشال خفر السواحل الجزائرية مؤخرا جثث ثلاثة شباب حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية باتجاه اوروبا لم يجدوا خيارا للهروب من الواقع سوى الارتماء في عرض البحر منهم من يصلوا الى الضفة الاخرى واخرون يواجهون مصيرا مجهولا فاما ان تلفظهم الامواج او يسجلون في عداد المفقودين هنا في الاحياء الشعبية الجزائرية لا تخلو احاديث الشباب من حلم الهجرة ولا سبيل لها سوى قارب من الخشب ركبه يونس وهشام قبل ان يفقد اثرهما ولم يبقى لوالدتهما غير الدموع بالصح ما تجدش في بالي يروحوا ما تجدش في بالي يا هادروا انا كي نشوف هذو اللي يحرقوا عصاب الانطم اللي كنت نشوفها انا نقول لي نبكي معاهم كل عباد اللي تعدوا على ولادنا اللي تعدوا وضربوهم ورموهم في البحر هما اللي وصلوا هم باتحبس بهم الزورة كاس كيلومتر لسردين يا غاثوهم دخلو مصير هذين الشابين لم يثني غيرهما عن التفكير في الهجرة السرية او الحرقة كما تسمى في الجزائر التي لا يترددون في الجهر بالتخطيط لها ما كاش بزاف لي موايا هنا يا بش نقعد عليهم ما كاش ما كاش هنا راح يتخدمين ما كاش خدمة ترى انا مدابية نخدم نقص ببلادي مليحة نقعد في بلادي مدابية نخدم بلادي انا عشنا راح نجلجل في الورب تطعي البون السيد السيدة ما تعرفش وبعدها كحسة تكملوا درام تكملوا درام ينمكم قاع يديكم في زي ما تقولي تكونوا في الوربعات عشان بنادر اهالي المفقودين خرجوا في احتجاجات للضغط على السلطات من اجل التحرك لاجادهم في حين ترتفع مطالب المجتمع المدني لاتخاذ اجراءات اكثر جدية للحد من الظاهرة انت حاسب لي احنا نكون احنا مرتاحين لما واحد بالشهادة انت عند دراسة انتاهم يفكر باش يعبر البحر المنا يعني كبير وكبير جدا ولكن تحدينا اكبر في المساهمة في خلق هذه الظروف في المستقبل يمكن لنا ان نربح التحدي وفي غياب برامج لاحتواء شباب غادروا المدارس الى الشوارع لا تزال الشواطئ الجزائرية تحصي مزيدا من ضحايا الهجرة غير الشرعية التي لم تعد تقتصر على الشباب بل طالت العائلات ايضا يسمي المسوس سكينيز عربية الجزائر ومعنا الان من الجزائر استاذ العلاقات الدولية الدكتور زهير بو عمامة مساء الخير دكتور بو عمامة مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار حقيقة تابعنا هذا التقرير وفيه قصص محزنة عن شباب يفقد حياتهم في مسعى لمغادرة البلاد بهذه الطرق من المسؤول برأيك عن هذه المسألة وكيف يمكن التعامل معها يعني لا شكو استاذ مهند أن القصص التي سمعناها في تقريركم قصص مؤسفة ومحزنة خاصة وهي قصص لشباب جزائري يعيش في بلد يفترض أن لديه من الطاقات ومن الإمكانيات ما يجعله ربما قادرا على أن يوفر فرصا أفضل لهؤلاء وبالتالي وهنا أدخل مباشرة في محاولة الجواب على سؤالكم يعني التعامل مع الأسباب والدوافع الموضوعية الكثيرة المعقدة التي تدفع بهؤلاء للمغامرة بحياتهم لركوب قوارب الموت كما ذكرت أستاذ مهند في مقدمتك يعني رغبة أو بحثا عن حياة أفضل أو هروبا وانفكاكا من مصاعب حياته ومع أني شخصيا لا أبرر أن يلقي شاب بنفسه في تجربة قد تنتهي به نهاية مأساوية حتى وإن كان يعيش في ظروف صعبة بالنسبة للمسؤول أعتقد أستاذ مهند أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية يعني لديها جملة من العوامل أساسا هي عوامل اقتصادية والشماعية تنضاف إليها مجموعة من العوامل الأخرى النفسانية وحتى أحيانا الجيوسياسية والأمنية بالنسبة للجزائر لا شك أن الأرقام تقول بأننا أمام ظاهرة متصاعدة بعض الإحصائيات تشير إلى أننا أصبحنا الدولة الخامسة من حيث إقبال شبابها على الهجرة غير الشرعية عبر عبور البحر الأبيض المتوسط بحثا عن الضراد الحلم الكبير في الضواحي الأخرى أو في الضفة الأخرى من المتوسط حيث القرى الأوروبية لا شك أن الفريد سوفي وهو عالم ديمغرافيا فرنسي قال في خمسينيات حتى القرن الماضي وهو يقدم تقريبا وصفة لتفسير هذه الظاهرة من المنطلق الاقتصادي والاجتماعي قال جملته الشهيرة إما أن ترحل الطروات إلى حيث البشر وإما أن يرحل البشر إلى حيث الطروات ويبدو لي أن الهجرة بشكل عام والهجرة الشرعية بالنظر إلى معطيات مستجدة في المراحل الأخيرة هي طريقة من طرق نعم ولكن المشكلة دكتور أبو عمامة والمغامرة بحياته هؤلاء الشباب كما استمعنا في التقرير قال بعضهم لو توفر العمل لنا في بلادنا لما فكرنا في المغادرة وبالمغادرة بهذه الطريقة التي فيها مخاطرة كبيرة بحياة الإنسان وهنا المسألة الجزائر بلاد فيها ثروات فيها خيرات بإمكان الشباب أن يبقوا هناك ويكون مضعهم أفضل مما هو عليه الآن وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذه المسألة مرة أخرى أسأل السؤال حتى تتفادى الجزائر مثل هذه الكوارئ يعني ذكرتم أستاذ مهند في تقريركم ما قاله وزير الداخلية قبل أيام في لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية قال أننا نحزن ولا تعتقدوا أننا يعني بلا قلب حين نرى شبابنا وهو يرمي وخاصة الشباب الجامعي بشهادات بعد أن يكون هنا وتصرف عليه الدولة أموال كبيرة جدا ويرمي نفسه في البحر هكذا موضوعيا دون أن نعطي أحكام دون أن نقول أن هذا الشاب لديه الحق في ذلك أو ليس لديه الحق موضوعيا كما سبق وقلت في كل العالم البشر وخاصة الشباب يبحثون عن حياة أفضل عن ظروف أفضل عن فرص أفضل ويعني الجغرافية جعلت من الجزائر كما من منطقة المغرب العربي بشكل عام قريبا إلى واحدة من المناطق الأكثر ازدهارا عالميا اقتصاديا أوروبا الغربية تحديدا وللأسف نعود ونعترف كما يعترف الجميع بأن طرواتنا موجودة قدراتنا موجودة نحن بلد نفطي إلى حد كبير لديه إمكانيات كبيرة ولكن المشكلة قد يكون في الخيارات قد يكون في السياسات وقد يكون أيضا في العقليات أستاذ مهند أنت أمام شباب ربما طبعا يتحمل جزءا من المسؤولية ولكن تنشئته تمت بالطريقة التالية الدولة تتكفل به منذ المدرسة إلى الجامعة ثم هناك عقلية أنه ينتظر كل شيء من هذه الدولة بالنسبة إليه الحلم الكبير في هنا هو أن يحصل على عمل حكومي بينما المبادرة والبحث عن حلول أخرى وهي موجودة على قلتها ليست بذاك الشكل الموجود في أماكن أخرى طيب دكتور بومانا بعذرة على المقاطع ولكن في الدقيقة المتبقية أنت أشرت إلى الأسباب الاقتصادية الاجتماعية التي تدفع الشباب لهذه المسألة هل هناك أسباب أخرى برأيك تدفع الشباب ربما إلى مغادرة الوطن أسباب سياسية دعنا نكون واضحين بشكل صريح هناك لا شك أنه قرار ركوب قارب قد يكون قارب موت لا تتحكم فيه فقط المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وإن كان يجب أن نعترف بأنها هي الأساسية ولكن إذا تكلمنا عن ما أشرت إليه بالنسبة للمعطى السياسي يعني يمكن ربما في العشرية السوداء التي مررنا بها لا شك أن موضوعيا حين يكون الحق في الحياة مهدد التهديدات والاقتتال الداخلي كان الأمر حتى لدى الطرف الآخر مبرر إلى حد كبير ولكن الآن الحمد لله البلد مستقر إلى حد كبير ولكن الوضع الاقتصادي الضبابي التي تلف مستقبل البلد خاصة من ناحية الوضع الاقتصادي وحتى ربما ما سيكون عليه البلد في العام القادم أو بعد العام القابل حالة الغموض المستقبل عدم وجود ضمان عدم وجود راحة نفسية لهذا الشاب وهو يسمع مثلا مسؤول كالوزير الأول قبل سنة يتكلم عن ربما عدم إمكانية أن تعطي الدولة أجور موظفيها في الأشهر القادمة أعتقد أن هناك رسائل قد لا تكون مشجعة مطمئنة لهذا الشاب وقد تقول له ابحث لك عن مخرج آخر قد يكون طبعا لو أن الأبواب أيضا أستاذ مهند دعني أكمل ربما بهذه الجملة لا يجب أن نخفل مسؤولية الطرف الآخر في الضفة الأخرى لو أن الهجرة الشرعية القانونية كانت مفتوحة وفرصها أكبر لما دفع هؤلاء بأنفسهم لركوب قوارب قد تنتهي بهم نهايات ساوية في كل الأحوال يجب أن نقولها مهما كانت الصعوبات لا يمكن أن يكون الموت أو مغامرة شاب بحياته مبررة وهو يبحث عن حياة أفضل قد تكون مشروعة بالنسبة إليه كطموح أو كهنة شكرا جزيلا لك دكتور زهير بعمامة أستاذ العلاقات الدولية كان معنا مباشرة من الجزائر